في المواقع وفي البرامج عن إقامة كأس العالم للأندية في نفس توقيت إقامة كأس الأمم الإفريقية والناس كلها لخصة الأزمة في النادي الأهلي برضو لخصة الأزمة في النادي الأهلي الناس لو تفكر بس شوية وتحاول تكلم وتسأل إيه اللي بيحصل في الملف ده وإيه المواعيد ومين الأندية اللي هتشارك ومين المنتخبات الإفريقية اللي عندها كأس أمم ممكن تتعرض لنفس الأزمة في الفترة اللي جاي الملف ده فيه تلات حاجات كأس العام الأندية مين الأندية اللي هتشارك اللعيبة اللي بتلعب في الأندية الأوروبية اللي هتلعب كأس عالم موقفة إيه مع المنتخبات الإفريقية ودي ما حدش فكر فيها كل كان بتكلم على الأهلي بس والحاجة التالتة الحل عند مين قبل ما أدخل في التفاصيل دي تعالوا نسمع صوت وصورة تصريح مهم جدا لباترس متسبي رئيس الاتحاد الإفريقي على هامش نهائي كأس الأمم في الكودفور اتسأل سؤال واضح وصريح الفيفا أعلن أنه هينظم كأس العالم من 15-6 إلى 13-7 والمغرب أعلنت في بيان رسمي أنها تنظم كأس الأمم في الصيف ما هو الوضع في هذا التضارب وما هو موقف الاتحاد الإفريقي تعالوا نسمع رئيس الكاف قال إيه؟ ونرجع لأنه عندي مفاجآت في هذا الملف موعيد وتواريخ وأسماء لاعبين وأنديها مشاركة وآخر حاجة النادي الأهلي الحمد لله بر هذه المعدلة بأسباب وبأسانيد وبتفاصيل عا تسمعوها الأول مرة نتابع كأس الأمم في المغرب ستكون ممتازة ستكون ناجحة بشكل باهر سأتحدث عنها أكثر بعد نسخة ساحل العاج فتركيزنا الآن على ساحل العاج يوجد الآن محادثات كنت مع رئيس الفيفا وشخصيات أخرى بالأمس سيكون هناك عدد من المنافسات التي ستجرى في نفس الوقت ونحن على ثقة أننا سنوضح هذا كل شيء سيتضح مع الوقت لن أدلي بتصريحات لأن هذا لا يخص مؤتمرنا لكن ما أقوله هو أننا سنقيم بطولات أخرى رسالتي لشعب المغرب وشمال إفريقيا ولجمهير الكرة في إفريقيا أن بطولة أمم إفريقيا القادمة ستكون ناجحة جدا الرجل في سياق تصريحاته ما قالش هيحصل تضارب قال ده هيتضح مع الوقت وقال ما أقوله أننا سنقيم بطولات أخرى طيب تعالوا كده مع بعض نقول إيه اللي هيحصل للفترة اللي جاي أولا كأس العالم الأندية هيتلاقف في الفترة من 15-6 لـ 13-7 بمشاركة 32 نادي متوزعين إزاي؟ 12 نادي من أوروبا أربع أندية من الكونكا كاف ستة أندية من كوبا لبرتادوريس في أمريكا الجنوبية أربع أندية من القرى الإفريقية أربع أندية من القرى الأسيا نادي من أوكيانوسيا وإيه الدولة المستضيفة نادي من الولايات المتحدة الأمريكية طيب هيتوزعوا إزاي؟ 12 نادي في أوروبا تم تحديد بشكل رسمي 8 أندية مين هما؟ منشستر سيتي ريال مدريد بايرن ميونيخ تشيلسي باريسان جرمان انتر ميلان الإيطالي بورتو البرتغالي بينفيكا البرتغالي وفي أندية تنتظر نتائج في الموسم الأخير ده الحالي بطل دوري أبطال أوروبا هينضم للتمن أندية وفي أندية هتكمل بناء على التصنيف زي مين مثلا؟ بروسيا دورتومونت أتليتكو مدريد يوفينتوس وساليسبورج النمساو في أندية غير مؤهلة وفرصها تكاد تكون مستحيلة ليفربول ولايبزيجو بارشلونة وإشبليا ونابولي والميلان ولاتسيو وفي أندية قرارها خلاص منتهي مش هتشارك زي المان يونايتيد وآيكس وكليب بروس وأتلانتا الإيطالي ده بناء على إيه؟ مين البطل؟ مين اللي تصنيفه أعلى؟ مين اللي ممكن يشارك لني نادي واحد من الدولة دي لإني كمان في ليحة هنا بتقولك أنه ما فيش أكتر من فريقين فريقين من كل دولة يشارك في البطولة إلا لو في فريقين فازوا بدور الأبطال من عشرين عشرين لعشرين أربعة وعشرين ممكن يخش نادي تالت ممكن يدخل نادي تالت فده الأندية الأوروبية نروح على الأندية الإفريقية هتلاقي مثلا مين؟ الأهلي والوداد والأقرب في السنة الحالية لو الأهلي أو الوداد كسب دور الأبطال هيبقى سانداؤنز أو ترجي من بعيد ممكن تلاقي الترجي بلوزداد بترو أتلتكو سيمبا الرجاء الهلال حريكو ناكري قايزاري تشيفز من أسيا في الهلال السعودي في أراواريتز الياباني جانبوك موتورز الكوري الجنوبي ومن بعيد قريب جدا النصر السعودي ليه أنا بذكر أسماء الأندية؟ عارفين ليه؟ لأن التضارب ده اللي مش هيحصل بالمناسبة كل الأندية اللي ذكرتها دي فيها لعيبة بتلعب في المنتخبات الإفريقية اللي لعبت في كاس الأمم هدو المفاجأة دي اللي محدش ركز فيها كل اللعيبة اللي لعبت في كاس الأمم الإفريقية أو مش الكل يعني الغالبية بتلعب في الأندية دي فهل من المنطقي؟ هل من المنطقي؟ إن مثلا المنتخب المغربي المستضيف للبطولة هيروح يلعب البطولة بدون ياسين بونو حارس الهلال السعودي الهلال اللي يلعب كاس عالم الأندية هيلعب البطولة بدون كابت المنتخب المغرب أشرف حكيمي اللي بيلعب في باريس سان جرمان الفرنسي باريس سان جرمان في كاس العالم للأندية هل هيقدر يلعب البطولة من غير نصير مزراوي لعب باير نيم يونيخ اللي هو بطل أوروبا وهيلعب كاس عالم أندية؟ استحالة هل هيلعب بدون يوسف النصيري لعب شبلية الأسباني اللي تبقى للتصنيف موجود في كاس العالم أندية؟ استحالة عد المنتخب المغربي أربع لعيبة أساسيين منهم كابتن الفريق وحارس المرمى وحارس المرمى ده أفضل حارس في إفريقيا طب تعالى بقى على الأكبر من كده كودفوار اللي لسه مبارح فائزة بكاس الأمم الإفريقية مين اللي أحرز الهدف اللي رجح كافة الكودفوار عشان تكسب البطولة؟ سباستيامنا هلر بيلعب فين؟ في بروسيا دورتموند الألماني بروسيا دورتموند الألماني من ضمن الأندية اللي تصنفها عالي جدا ولو فريق من غير الفرق الغير مصنفة ما خدش البطولة بروسيا دورتموند النادي رقم 9 فهل كدفوارها تلعب كاس الأمم بدون المهاجم الأساسي اللي بيلعب كاس عالم أندية مع بروسيا دورتموند؟ استحالة طب تعالى بقى منتخب السنغال السنغال مين حارس الهلال السعودي؟ مين؟ عندك مش حارس الهلال السوري آسف عندك كولادي كولوبالي كابتن فريق السنغال بيلعب في الهلال السعودي عندك كساد يوماني بيلعب في النصر السعودي ومرشح للمشاركة في كاس العالم بلاش دول عندك تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا اللي خلاص مشاركته مؤكدة في كاس العالم للأندية عنده مين؟ نيكولاسا جاكسون موجود مع تشيلسي في كاس العالم عندك محمد فوفانا لعب نادي النصر السعودي اللي موجود في كاس العالم للأندية يعني أستعرض نيجيريا إمبارح الوصيف بتلعب كاس أمم عندها ثلاث لعيبة بيلعبوا في بورتول برتغالي نابولي الإيطالي قريب من المشاركة تبقى للتصنيف وأتلانطا الإيطالي قريب من المشاركة تبقى للتصنيف فيكتور أوسمن لاعب نابولي وأفضل لاعب في إفريقيا هل هيسيب منتخب نيجيريا عشان يلعب كاس العالم مع نابولي؟ نفس الأمر لوكمان لاعب أتلانطا هيسيب نيجيريا عشان يلعب مع أتلانطا روح على الجزائر رامي بن سبعيني لاعب بروسيا دورتومند الألماني روح على الرأس الأخضر مفاجئة البطولة جيلسون تفاريز لاعب بنفيكا البرتغالي اللي تأكد مشاركة بنفيكا في كاس العالم وحدث ولاحرج بقى النادي الأهلي سبع تمن لعيب حدث ولاحرج منتخب جنوب إفريقيا سبع تمن لعيب مع ساندونز انتو عارفين أنا اتكلمت على كام لعيب لغاية دلوقتي مش هقل من أربعين خمسين لعيب أربعين خمسين لعيب لما تستعرض الحاجات دي مين اللي ممكن يتخيل انها هيحصل تضارم بين كاس العالم وكاس الأمم الإفريقية أدي واحد مش هيحصل تضارم أنا هنا بقول معلومة مبنية على وجهة نظرات قالتلي بحثت وراها لقيت الكلام صح لأنها لما سألت مسؤول بارس جدا في الفيفا قال لي احنا اللي بنحل الموضوع قلت لهش معنى المراضي قال لي ما تقارنش المشكلة دي بالمشكلة اللي حصلت من سنتين لما القال كان عنده كاس عالم أنداء في الإمارات والمنتخب المصري بيلعب كاس أمم إفريقية في الكاميرو قلت له جات مشكلة نادي لكن المراضي تتكلم على مشكلة لعشر منتخبات إفريقية فيها كمان البلد المضيف قال لي الأندية دي لعبتها بدل مع منتخبتها في كاس الأمم فحنا اللي بنحل الأزم قلت له طب كويس جدا انتوا اللي بتحلوا الأزم هتحلوها ازاي قال لي بص يا سيدي احنا بنفكر في تلات موعيد مقترحة لكاس الأمم الإفريقية كاس العالم الأندية خلاص من 13-6 الموعيد اللي أنا قلته لكم يعني من 15-6 لـ 13-7 ولكن الموعد المقترحة لكاس الأمم ازاي بقى؟ أول معد مارس 20-25 أول معد مارس 20-25 وده المغرب رفضته وده المغرب رفضته تاني معد يناير 20-26 تاني معد يناير معد مقترح يناير 20-26 وده المغرب رفضته خلش بقى على المفاجأة المعادة الثالث والموعد المقترح اللي بنسبة كبيرة بيتم الاتفاق عليه قبل ما يحصل اي اجتماع رسم لان كل الكلام ده بيتم باتصالات واجتماعات والفيفا مش هيعمل ازمة مع الاشقاء في المغرب انا بقول لكم معلومة مؤكدة بالعكس انفانتينو حس انها هيحصل مشكلة المغرب من خلال الجامعة الملكية كانت زكاية جدا في تصدير بيان استباقي ان الكاسي الامم في الصيف فبالتالي بيتم الاتفاق على المعادل المخترح اللي قال لكم عليه دلوقتي الاسبوع الاخير من شهر سبعة ايه الاسبوع الاخير من شهر سبعة يعني بعد نهاية كأس العالم للاندية بحوالي من عشر تيام لاربعتاشر يوم تبدأ هيتزامن مع ايه هيتزامن مع احتفالات المغرب بعيد العرش وده اللي عايزة المغرب تعمله في كأس الامم انه عايزة تنظم البطولة في التوقيت ده عشان يتناسب مع احتفالات عيد العرش وبالتالي المهاجرين او الفصل تتحديدا كسياحة للمغرب اكتر توقيت تقدر تعمل فيه تظاهرة رياضية فده اللي اكتراح الاعرب اللي يتنظم فيه كاس العالم الاندية كاس الامم الافريقية الاسبوع الاخير من شهر سبعة تب هتقول لي ما هو لما الدوريات الاوروبية تخلص من اخر شهر خمسة كل الدوريات الاوروبية ودوري ابطال اوروبا وتروح على كاس العالم الاندية يوم خمسة عشر ستة وتخلص تلاتاشر سبعة والدوريات الاوروبية بتبدأ في تمانية الاندية هترايح امتى خود بقى الجديد وده اللي بيعملوه دلوقتي رئيس الاتحاد الدولي لان الموضوع هو اللي بيحله بنفسه فكرة انه يعمل كاس عالم اندية من خمستاشر ستة لتلاتاشر سبعة ده بالاتفاق مع الاتحادات الاوروبية انه يأجل انطلاق الدوريات الاوروبية لشهر تسعة بحيث ان الدوريات الاوروبية ما تتلعبش في اول تمانية محل الدور الانجليزي معروف اول ازبوح في تمانية الدور الانجليزي بعدها بازبوح الدور الاسباني بعدها او في نفس توقيت الدور الايطالي كل الدوريات دي فيه اتصالات بالتم عشان كلها تترحل لشهر تسعة بحيث لما كاس العالم اندية يخلص في شهر سبعة يبقى فيه مساحة شهر ونص شهرين للاندية دي عشان تستعد للدوريات بتاعتها خاصة انت تتكلم على مين ريال مادريد والمان سيتي وبايراني ميونيخ وشيلسي اندية كبيرة جدا وفيه اندية جاي من بعيد فالاندية دي هي اعمدة الدوريات الاوروبية واعمدة دوري ابطال اوروبا فبالتالي ده اللي المفروض بيحصل في الساعات اللي جاي اول ما يوفقوا على تأجيل انطلاق الدوريات الاوروبية لشهر تسعة هيتم الاعلام بشكل رسمي عن اقامة كأس الامم الافريقية في الاسبوع الاخير من شهر سبعة وبالتالي امسة مفيش تعارض مفيش تضارب القصة مش مشكلة الاهلي ولا مشكلة المنتخب الوطني المشكلة اعمق من كده بكتير واكبر من كده بكتير بس لو طلعنا وسألنا برة هنعرف الاسباب والاسانيد ونقدر نجيب الموعيد المقترحة وده النهاردة كانت اهم نقطة كنت عايز اركز عليها وعليناها الكل الجماهير الاهلوية اللي للاسف بيتصدر لها كلام كده في بعض البرامج اصلي دي مشكلة الاهلي احنا هنعمل علينا ونبعد خطابات للاتحاد الدولي ولو ما ردوش علينا احنا عارفين طبعا يعني المنتخب الوطني للاولوية هم اختاروا الطريق السهل رغم من المسؤول اللي قاعد على الكرسي ده يقدر يوصل للمعلومة اكتر مننا احنا كاعلان بنسأل ممكن يترد علينا ممكن ما يتردش علينا لكن انت كمسؤول لو عندك التفاصيل دي هتعرف توصل له عموما دي كان الجزئة مهمة جدا متعلقة بكأس العالم للاندي اشتركوا في القناة